داخل هذا المكان حكاية مختلفة قصة غير عادية فيها الكثير من الإنسانية فيها الأمل والحب سنروي القصة كما هي وسنقابل أبطالها الذين أحبوا الحياة وعاشوا تفاصيل كل شيء جميل بلال حجاجرة سبعة عشر عاما لا تغادر ابتسامته وجهه الضحوك يعمل هنا بجد يرتب وينظف ويفعل كل ما يلزم حتى تكاد أنك لا تعرف أنه يعاني من إعاقة ذهنية فتح المجال أمامه ليعمل مساعداً في أحد فنادق بيت لحم أرتب الأواث وبعد أساوي الفطور وأساوي كمان بننظف الحديقة وبننظف كمان الكاع أما الفتاة آيات سند التي تعاني من متلازمة داون تجيد العمل في هذه القاعة وهي مجدة وملتزمة بدوامها نعمل الحض اللي غدها هون تاولة تمام نحط تنترى الأكل مثلا هو بابينش وتغدوها وهنا تواجه مرام كنعان تحديات كبيرة لكن من الملاحظ أنها تغلبت عليها وتركتها وراء ظهرها نعمل في الغرف وفي الزلي وفي الطولات وحط الصحن والكسات والمعالك والمحارك وفي نفس المكان يعمل معاذ وهو وحده قصة متكاملة الأركان حيث يساعد في عمل أشكال مختلفة من صوف الغنم الطبيعي نعمل خرف نعمل جمال وكل فيك كمان فيها المشاو مع جمال هؤلاء الشباب تجمعوا من خلال مركز معا للحياة الذي أسس عام 2009 للاهتمام بذوي الإعاقة العقلية هاي المواهب والقدرات إذا تم توظيفها في المكان المناسب إذا تم تدريبهم بالشكل الصحيح ممكن أنهم يعملوا ويقدموا أشياء كثير مفيدة ما يقوم به الشباب يساعد على تطوير مهاراتهم وسقل شخصياتهم ودمجهم مع شرائح المجتمع كافة رائد الشريف الغد بيت لحم فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر